السلام عليكم يا احلام وتابعين في الدنيا يارب تكونوا بخير انا عندي البطرون اللي انتم شايفينه ده كنت عامله قبل كده على المقاس اللي بتاع الطفلة اللي انا محتاجه فبدأت كده ان انا اجيب قطع قماش اللي هي الصغيرة اللي خلاص ملاش لازمة قلت استغل لها وامل منها حاجات فبدأت كده ان انا اجيب البطرون عندي قطعتين اسود كانوا بتاعكم عباية فكتهم من بعض وبعد كده بالبطرون اللي هو القديم ده اعملت ظهر وعملت جنبين علشان يكون زي السديري سفق اي تي شيرت عندكم المهم انه هو يكون من اعادة التدوير نستغل فيها القطع القديم هبدأ كده ان انا هقفل الجزئيم طوالكتاف من فوق طبعا كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي هنتنيع ونحط عليها بعد كده شريط من اللي هو بتاعتها زين اهم شيء الكتاف بتاعتي من فوق ابدأ كده ان انا ازبطه معا بعض واخيات كويس بحيث انه هو لما يكون الطفل لابسه يكون مقفل من قدام كويس وبعد ما خيات الكتفين من فوق ابدأ ان انا اعيد عليهم خياطة تاني لو ما فيش اوفر لو في اوفر هيبسها لهي مرة واحدة وخلاص بعد كده جبت شريطي التزيين اللي هو لونه اسود دوت وهبدأ ان انا اخيات عندي الجناب بتاعتي وهخيات بقيت السديري كله انا بخياته ومفتوح وبعد كده بقى هقفل الجنبين بتوين كده خلاص بتني بقى الجزء اللي هو من تحت اللي هو الجزء بتاع السديري من تحت بتني تانية في تانية وببدأ كده ان انا اخيات زي ما انتم شايفين فكرته انه هو زي الانرشيرت كده يتلبس تحت الاميس او يتلبس تحت اي تي شيرت ومن كل الحاجة يعدد تدوير من الحاجات اللي عندكم زي ما انتم شايفين كده اي تي شيرت زي كده تبدأوا تلبسوه عليه لو في اميس بكم برضه ينفع يتلبس عليه شكله حلو جدا وبسيط بدل ما نرمي القصائص او الحاجات اللي عندنا قديمة ممكن نعيد تدويرها زي ما انتم شايفين من الفيديو اللي تكون عجبكم ما تبخلوش بعليب اللايك والشير مع السلامة شكرا لكم